اشتركوا في القناة لا علاقة لها بالسياسة البتة ولا علاقة لها بالعنف البتة وليست محظورة على يعني في أي لا إحادة الإرهاب بتاتا لا في الأمم المتحدة ولا في أمريكا ولا في يصلون ويجولون كما أرادوا أنا تم الاعتقال ديالي تم تم الاعتقال ديالي في إطار واحد الحملة كانت في باكستان تم الاعتقال ديالي وتم التحقيق معايا لمدة أربعة أشهور وسبعتاشر يوم قد أمور دي بالوتائق بالفنتيون كل شي موثق هذا تحريض ديالي أنا محمد حاشيب تنحرب تنحرب الشعب المغريبي وكل مخلص في مصر أن يشنوا حملة شعبية تحريضية دعوية أقلوا الله وضعوا لكم العجاج في هذه الملاد هذه إن المعركة لم تنتهي ولكنها قد بدأ ما كيش القانون القانون تحق الأقدام وضروري من تضحية وعلى الأمة المسلمة أن تقدم الضحايا والقرابين حتى يتحقق لها ما تريد لماذا هتدل هذا المغاربة؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن المغاربة مبغاوش مبغاوش العزة وعزة وعدالة وحرية وكرامة مبغاوش يكونوا أعزة للاستقلال والحرية والعزة مبغاوش يتطرب لهم ألف حساب مغاربة تيش نقراسوا أعباد الله بلادي تيش نقراسوا وما قادرش يخرج بالريفير يا معموم هذه رسالة المنتحة التي يفكر في الانتحار الله يرحم لك الوالدين الله يجازك بخير أخي اللي بغيت انتحر والأختي اللي بغيت انتحر الله يرحم لك الوالدين الله يجازك بخير فكري مزيان وفكري مزيان عندك فكرة بغيت انتحر؟ لماذا بغيت انتحر؟ حيث مخور عندك القهراء ما عندك الفلوس ما كينش أفوق أخويا اللي في المستقبل بغي ينتحر أخويا اللي في المستقبل بغي ينتحر هذا الجدار للخوف اللي هرستي باش تلقى الله تعالى وانت منتحر رأى مشكلة إنسان يفكر يخرج شي يدير شي حاجة اللي كيبغيها الله بغي غي يموت يموت ويدير شي حاجة اللي بغاها الله أسمعوا المغربة أنت منتحر منتحر المغربية هذه رسالة من منتحرين ترجلوا ترجلوا اللي بغي ينتحر ويموت مع ممون بر رأى وأموت مع الكلاب بر رأس هي بكم مموت معه بر رأس وتفكر مع رأس وموت راجل صاحبي وموت راجل صاحبي وموت راجل صاحبي قررت ينتحر ومية مية خرج باريه مهام من بره وموتوا أسمعتوا هذا موتوا أسمعتوا هذا موتوا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة